فيه ابراج نقدر نقول ان هي خينا اه طبعا بس ان احنا اتكلم في الرجالة اه اكيد الرجالة اه بالزبط احسا خليني متفقين الست اه لا والست عمرها لو حب يعني لو حب تحد بجد عمرها ما تفكر تفكير في اي حد تاني مش بنقول كده عشان احنا بس ستة لا ده بجد هي يعني دايما حتى كل القصة اللي تسمعين ايه الراجل هو اللي بيقول لو الست فيها مشكلة يبقى الراجل هو السبب لان الست بترضى بنصيبها بواحد لكن الراجل حتى لو مبسوط مع السبب برضو بيبص بره ده حقيقي اه في ناس بيلي قوية تكرهنا دلو انا صريحة يعني مش كده انا صريحة طبعا راكم واحد في الخيانة من غير زعل الدلو بجد تاني برج في الخيانة السرطان انا انت كتير هتزعل مني الميزان خين برج اه انا ولو ان الميزان اه يعني لو حب بجد ممكن يخاف يخاف يخون لو حب بجد يخاف يفقد الجو الهادي بتاعه فتلاقيه بيفكر شوية في موضوع الخيانة ده لكن اه اول حد طبعا دلو السرطان احمل الحمل كمال اه 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 طبعا الخيانة انواع انا لسه اقولك احنا بنتكلم دلوقتي الخيانة بس في بقى انواع الخيانة في ناس تخون وبعد كده عايز ادخل في اللي بيتجوزوا بقى على مراتاتهم يعني خلي دي استني اللي بعد دي عايزة تقولي ايه من ناحية الخيانة انواع من ناحية الخيانة ان مثلا اه في بورج ممكن يتكشف بسرعة لكن في مسلا السرطان ما يتكشفش يعني ممكن يخون يعرف يخبي كويس اه يعرف يخبي كويس ما تمسكيش علي حاجه بس بيبقى عنده البيت في خط احمر يعني البيت خط احمر وبعد كده عشان ايه زي ما تقولي ايه انا مش عايزة هدى البيت فعايزة يمبسط يعني كل واحد كده له يعني له العلم بتاعه فهو العلم بتاع السرطان كده انا ماشي انا 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 يعني بخون arquشان بصدق يعني شكف من وجهة نظره عايز شوف راحته النفسية فطبعا السرطان الحوت خين برضو الحوت برضو فيه حتة لو مرتاحش في بيته اه لان هو دايما بيدور على الحب بس ما بيلقوهوش لان هو بيحب الحب ما بيحبش ست بعينها اه اوكي هو بيحب الفكرة نفسها فتلاقيه دايما بيدور على الحب فلو مرتاحش في بيته هتلاقيه بيدور على الحب في ناس بقى تسميها خيانة هو ممكن ما يسميهش خيانة يسميها انا بشوف اه اي حاجة تانية اكيد هيسميها اي حاجة تانية بس انا شكلي صريحة قوي برضو مش عايزة كمى لكتر لا لا كميلي عايزة يوميا سلامة دي اخر حلقة السنة دي لا فيه يا معنى بيختمها بسي السنة دي بصراحة اه ففيه طبعا فيه اه فيه فيه ناس فيه بقى ناس فيه رجالة ما عندهمش وقت للخيانة يعني زي مثلا العقرب مثلا شوف العقرب الست والراجل الجميل يعني العقرب خلاص انا اصلا هو انسان عملي جدا بيحب الفلوس جدا بيحب شغله جدا ما عندهش وقت هو خلاص بيته اه اولويات بالظبط لانه مش بيدور على الحب دايما الناس اللي بتخون بتبقى بتدور على الحب بتدور على الجديد بتدور على السعادة هو رجل لو شغله تمام هيدور على شغله وهيدور على ازاي يوصل واستقرار بيته وشكرا فتلاقيه مش الاسد لو ارتاح الاسد على فكرة مش خاين الاسد ممكن يبقى غدار بس مش خاين اوكي اه في فرق بين الغدر والخيانة ايو بس الغدار ما هو يعني لو مسلا راجل اسد متجوز هيخضر بمراته ما هيروح لا لا مش هيخضر بمراته هو ممكن يعني مش مش درجة غدر غدر بمعنى الغدر درجة قلبه يقلب يعني يقلب على حد يقطع مع حد لكن مراته ما اعتقدش يخضر بمراته لهو مبسوط مع مراته بالعكس بيبقى كويس جدا وبالعكس بيخلي بيدي لمراته مساحة من الحرية وهو معاها يعني بيبقى زوج لطيف بس الغدر اللي هو فجأة يقلب ممكن بقى بيكون من جوة شلب زيادة اه اتحمل فوق طاقته فتلاقي الاسد فجأة بيخضر جزي اسد طب تايلي لا لا عايز انا عايز اعرف يا ماي اه لا قوليلي اقوليك يا يارا خلي بي لا لا والله هو زوج كويس جدا بس بيخضر بناءة ممكن على مواقف مترسبة لان هو من نوع اللي بيحوش بيشيل حاجات طيب الجوزاء ممكن نتكلم عنه الجوزاء 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 القرار ارتبطه صعب جدا يعني عشان الجوزاء يرتبط فيه ابراج كده صعب انها ترتبط يعني ارتبطها صعب فالجوزاء هنتكلم عنه هنتكلم عنه في الناحية الاجتماعية حد جنتلمان جدا حد لطيف دمه خفيف اجتماعي جدا جدا صديق جميل جدا جدا بس كزوج لو عرفت ادخليه القفص تبقي شطرة هو والدلو والحمل الجوزاء والدلو والحمل اه يعني لو عرفت تدخليه من العشة الزوجية تبقي برافو عليك وخاصة لو اتأخروا في الجواز يعني ممكن ياخدوا الخطوة في الاول وهم لسه صغيرين لو عدوا تلاتين سنة يعني هيبقى صعب ياخدوا بقرار اه كده فاضل حاجة الجدي اه الجدي ما قلناش الجدي اه ما قلناش الجدي خين اه الجدي بصي الجدي ممكن يخون بس ما يتمسكش لانه فلاد فيس يعني تلاقي ما ما فيش اي تعبيرات اه 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 ما فيش خالص اه ومع نفسه وغامض ما بيتفهمش على فكرة ويعرف فيه سيطر على دماغ اللي قدامه يعني لو عايز يسيطر على مراته انه هو مخلص وعنده ولاء ليها وما بيخونهاش هي السيطر بس هو طبعا فيه خيانه طبعا فيه خيانه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة